السلام عليكم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن ولاه بعد أنا أريد أن أنا أفق يعني ألخص هذا الباب حتى بعد ذلك إذا بدأنا في الأحاديث يكون إنما هو تنزيل على ما نحن ذكرنا من الشرح إن شاء الله عز وجل فنقول أيها الكرام الفضل بالنسبة للجنائز وما يذكر وما يذكر فيها وما يأتي من الأمور التي ينبغي أن المسلم أن يتعرف أن يتعرف أن يتعرف عليه وأن يلم بها أول ما ما يلم فيها من باب من باب التعريف الأول من باب من باب الإنسان أن يتعرف على عليها على معناها ما هو المقصود بها وكيف تضبط إلى غير ذلك من مثل هذه من مثل هذه من مثل هذه الأشياء التي يحسن بنا أن نحن أن نكون ملمين ملمين بها حتى لو مررنا عليها مرورا يكون مرورا سريعا على ما تقضضيه الحال ولا ولا نطيل فلما نأتي الآن نتكلم على الجنازة بخفض الجيم المعجمة التحتانية وفتح النون الموحدة الفوقانية وفتح الزاي المعجمة أخت الرأي الجنازة هي النعش أيها الفضلاء الكرام والميت والجنازة يأتي بمعنى الشيء الذي يثقل على قوم فيغتمون به ويقال ضرب حتى ترك جنازة وطعن في جنازته ويجمع على ماذا ويجمع على جنائز ويجمع على جنائز وأيضا نقول جنازة ونقول جنازة نقول جنازة ونقول جنازة فتأتي بكل هذه بكل هذه بكل هذه المعاني تأتي بكل هذه المعاني أيها الفضلاء والكرام والأصل في جنازة بمعنى ستر جنازة بمعنى ستر الجيم والنون والزا جنازة الشيء إذا ستره وجنازه بمعنى جمعه وجنازة الميتة بمعنى وضعه على الجنازة وضعه على على الجنازة ويأتي منه ذلك لماذا لأنه يستر تحت التراب ويوارى تحت الثرى وهذا الدين العظيم لم يترك شيئا لم يترك شيئا أبدا ما فرطنا في الكتاب من شيء فجعل لهذا الأمر لهذه الجنازة وقد كانت من عادات القوم في بعض الناس كما هو في الهنادك من الهندوس والسيخ أنهم يحرقون الميت بعد موتهم وعند النصارى يلبسونه أفخم ثيابه ويضعون معه حلله وحليه وبعد وطعاما وشرابا ويجعلونه في صندوق ثم يوارونه إلى غير ذلك من العادات التي كانت في الشراع السابقة وكلها كما ترون أنها خلاف الفطرة فجاء هذا الدين العظيم أيها الكرام الفضلاء فأكرم فأكرم الميت المسلم كما أكرمه حيا فأكرمه ميتا كما أكرمه كما أكرمه حيا فجعل فضلا لمن غسل ميتا وفضلا لمن كفنه وفضلا لمن سبحان الله لمن دفنه روى الحاكم صحو الألباني قال عليه الصلاة والسلام من غسل ميتا فكتم عليه إذا لابد للمغسل أن يكون أمينا غفر الله له أربعين مرة هذا حكم يعني هذا فضل من غسل ومن كفن ميتا كساه الله من سندس وإذ تبرق في الجنة هذا فضل من كفن سواء كان اشترى الكفن أو كان ساعد في تكفين الميت ومن حفر لميت قبرا فأجنه يعني أسكنه فيه أجر الله له من الأجر كأجر مسكن أسكنه إلى يوم القيامة صح والألفان في الترهيب والترهيب لذلك الذين يعملون في المقابل إذا احتسبوا النية ولم يبحثوا عن أموال المشيعين كما أنهم إذا وجد المشيع أعطاه مالا حفر وأدخن الحفر وإن لم يعطيه مالا أنه لم يحفر نقول لا اتقل لأخي المبارك وأحسن النية شوف الأجر العظيم هذا الذي يحفر القبر هذا سواء كان موظفا أو لم يكن موظفا أو كان رجلا متبرعا هذا من الأجر فيه أجر الله له من الأجر كأجر مسكن أسكنه إلى يوم القيامة طيب من يتبع الجنازة قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من صلى على جنازة كان له من الأجر مثل القيراط ومن تبع حتى توارع كان له قيراطان والقيراط مثل الجبل عظيم انظر الآن هنا يقول علي المشي خلفها أفضل من المشي أمامها كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته فذا ذكره ابن أبي شيبة في مصنفي وذكره الألباني في أحكام الجنائز في أحكام الجنائز والقيام للجنازة يقول الشيخ محمد إبراهيم التويجري يستحب القيام للجنازة إذا مرت به ومن جلس فلا حرج عليه لما روى البخاري ومسلم إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تابعها فلا يجلس حتى توضع يعني حتى تدفن متفق عليه ومن حديث جابر أنه مرت جنازة فقام النبي عليه الصلاة وقمنا معه فقلنا إنها يهودية قال إن الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة فقوموا ليس من باب تعظيم صاحب الجنازة لا إنما لأن الموت فيه فزع وفيه هيب متفق عليه وعن علي بن أبي طالب قال رأينا رسول الله عليه الصلاة وقام فقمنا وقعد فقعدنا يعني في الجنازة راه مسلم يقول الشيخ بن عثمين الراجع في هاتين المسألتين أن الإنسان إذا مرت به الجنازة قام لها لأن النبي فعل ذلك وأمر به لكنه بعد هذا لم يقم بل قام ثم قعد والجمع بين فعلي وتركه أن قعوده ليبين أن القيام ليس بواجب يعني القيام ليس مستحب وهذا هو كما قلنا الأمر يفيد الوجود فإن صرفه صارف دل على دل على الاستحباب دل على الاستحباب هنا الصارف أن النبي قعد عليه صلى الله ومن البدع في الجنائز الآن أنهم لما يشيلوا الجنازة يقعد يقول لك لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وهكذا ويأتون من مثل هذه الأذكار وإن الواجب الصمت عند ثلاث ومنها عند تلاوة القرآن وعند زحف الجيش وعند حمل الجنازة هذه مواطن صمت وسكوت لفزع الموت وليس مثل هذا الذي يفعلهم بعض الناس غافر الله لنا ولهم نعم ويقول الشيخ بن عثمين ورفع لدينا في تكبير الصلاة الجنازة أنه يكون في كل تكبيرة لأنه صحى عن ابن عمر موقوفا وروي عنه مرفوعا وقد صحى رفع جماعة من أهل العلم ولذلك الإنسان يستحب له أن يتبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع على الأرض ولو تقدم الجنازة فله أن يجلس قرار تنتهي إليه أما حال الدفن وبعد الدفن فالسنى القيام للدعاء الميت والدعاء الناس يطيلون الدعاء لا الدعاء قصير ولذلك كقوله النبي قال سألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل وليس كما يظن أنه يدعى دعاء طويلا فالدعاء الطويل إنما هنا أيها الفضلاء الكرام الدعاء الطويل إنما يكون في ماذا إنما يكون أسعدكم الله بطاعته روية عن عمر روية عن عبد الله عن عمر قال فإذا دفنتمون في خشخة شيخوان في صوت الله يرضى عليكم اللي عنده مكرافون يقفله فهنا عند مسلم قال فإذا دفنتمون فقوموا على رأسي مقدار ما ينحر جزور فقالوا هذا هو اجتهاد من عمر رضي الله عنه وارضا وهنا إذا كان اجتهاد الصحابي يخالف قول النبي عليه صلى الله وعذر الصحابي ويؤخذ بقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وينبغي أن يعلم أنه تحرم الصلاة على الجناز بين القبور النبي يقول عليه صلى الله أن يصلي على الجناز بين القبور راه الطبران وصحب العلامة إلى الباني وينهى الجلوس على القبر بل توعد فقال لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر وهو مسلم وينهى المش على القبور كما عند ابن نبي شوصح الألباني من حديث عقبة قال عليه الصلاة والسلام لئن أمشي على جمرة أو سيف أو أخص فنعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجة أو وسط السوق ومن السنة المنسية أيضا وهي خلع النعال عند الدخول إلى المقبرة وعن بشير بينما أمشي قال الرسول يا ابن الخصاصية ما أصبحت تنقم على الله أصبحت تماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت أبي أنت أمي ما أنقع على الله شيئا كل خير قد أصبت إذا مر بقبور إذ مر بقبور المشركين فقال لقد سبق هؤلاء خيرا كثير فمر بقبور المسلمين فقال لقد نضك هؤلاء خيرا كثيرا قال فحانت من نبي عليه الصلاة نظرة فحانت من نبي نظرة عليه الصلاة فرأى رجل نمشي بين القبور وعليه نعلان فقال يا صاحب السبتيتين ألقي سبتيتين فنظر الرجل فرما رأى النبي على الصلاة خلعان عليه فرما به ما روه البخاري في الأدب بالمفرد ومن الأشياء الجميلة يقول أبو داود السجستاني طبعا أبو داود تلميذ لام أحمد يقول رأيته أحمد يتتبع الجنازة فقاروب من المقابر خلعان عليه انظر لاتباع أهل السنة كيف سبحان الله ويقول الشيخ بن عثمين في مجموع الفتاوى المشي بين القبور بالنعال خلاف السنة والأفضل أن يخلعان عليه إذا مشى بين القبور إلا لحاجة مثل يكون في شوك في حرارة شديدة إلى غير ذلك ويقول الشيخ بن باس فتاوى لا يجوز أن يمشي بالنعال في المقبرة إلا عند الحاجة مثل الشوك أو شدة الحر أو شدة أو شدة الحر ويجوز للزوج أن يدفن زوجته ويجوز للزوج أن يدفن زوجته ويفضل لمن أراد الدفن أن لا يكون قد جامع أهله هذه سنة أيضا جميلة سبحان الله وإنبي لما عليه الصلاة السلام ماتت ابنته جلس على القبر قال فرأيت عينات تدمعان قال هل منكم من رجل لم يقارف الليلة يعني لم يأتي أهله فقال أبو طلح أنا قال فانزل فنزل في قبرها فقبرها وقال لا يدخل لا يدخل القبر رجل قارف الليلة هذا على وجه الكراهة لكن لا يحرم ومنهم من قال لا يشرع لمن وطي أهله تلك الليلة أن تولى الدفن لأن النبي قال عليه الصلاة السلام من منكم الرجل لم يقارف الليلة ينزل الآن هو الذي يدفن هو الذي هو الذي يدفن ويجوز للزوج أن يتولى بنفس دفن زوجته يقول شيخ الألباني شريطة أنه لم يكن وطاها تلك الليلة التي مادت فيها ويتولى غيره الدفن ويتولى غيره مع ذا الدفن ومن السنة إدخال الميت من مؤخر القبر وأن يجعل شيقه الأيمن مستقبلا القبلة وكذا قالت به اللجنة الدائمة واختاره الشيخ بن باز رحمة الله على الجميع ويقول الشيخ الألباني اكتب حكام الجنائز كتاب ممتاز لابد أن نقرأ إن شاء الله ونقرأ في مجلس هذا إن شاء الله قال والسنة ادخال الميت من مؤخر القبر لحديث أبي إسحاق قال أوصل حارث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيل فصل عليه ثم ادخله القبر من قبل رجلي القبر أخرجه بن أبو الشيبة في المصنف ولما هذا الذي ورد أما يقول خذ كتابك باليمين لو جاك الملكان ويش تقول إذا سألك من رب قل ربي الله هذا يسمى التلقين هذه بدعة منكرة منزى الله بها من سلطان وتحل عقد الكفن عند وضع الميت في القبر ورد فيها عن ابن مسعود قال إذا أدخلتم الميت القبر فحلوا العقد فحلوا العقد واختاروا الشيخ بن عثمين رحمة الله على الجميع ويكشف مسألة كشف الوجه للميت لا أصل له قال الشيخ بن عثمين وغاية ما ورد عن عمر إذا ميت وضعتمون في قبلي فأفضوا بخدي إلى الأرض ولكن منهم لم يصح هذا الأثر ولا نعلم دليلا على كشف الوجه كذا قالت اللجنة الدائمة بل يبقى كما هو لا يكشف يستر جميع البدن حتى الوجه لا المرأة ولا الرجل المشروع أن يستر وجهه وغيره ولا يكشف شيء انتهى من فتاة نور على الدرب للشيخ بن باز ويستحب ويستحب حث ثلاث حثوات من التراب بعد سد لحد كذا قال الألبان صحف الإروا ويستحب لمن عند القبر أن يحثو من التراب ثلاث حثوات بيديه جميعا بعد الفرغ من سد لحد فعن أبي هريرة قال عليه الصلاة السلام صلع الجنازة ثم آتى قبر الميت فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثا هذا بعد ما يتم الدفن يا أحبابي بعد ما يتم يشتر بعد ما يسد اللحد بعد ما يسد اللحد يحثى عليه من قبل رأسه ثلاث حثوات رواه بن مجل صحر الألباني وأن يرفع القبر عن الأرض قليلا نحو شبر ولا يجسس القبر ولا يبنى عليه ونهى النبي عن تجسيص القبور والبناء عليها عليه الصلاة السلام ولا بأس إن علمه بحجر دون أن يكتب شيئا عليه ولذلك النبي عليه الصلاة السلام لما مات بن مضعون أمر رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله فقام النبي وحسر عن ذرعيه وقال أعلم به قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي فلا مانع من ذلك لكن دون أن يكتب عليه أن إعاية نفس المطمئنة هذا قبر المرحوم فلان لا ما يكتب عليه ولا شيء فقط يوضع هكذا حجرا غفلا لا شيء لا شيء عليه لا شيء عليه ثم بعد أن يتم الدفن يعني يحث الناس على أن يدعو للميت استغفر لأ فيكم وسألوا التثبيت وقلنا الدعاء يكون دعاء مختصرا وقال الشيخ العباد لا بأس لا بأس بتذكير الناس ليدعو لأخيهم من غير الدعاء الجماعي من غير الدعاء الجماعي تبقى المسألة هل ترفع اليدان في هذا الدعاء هل ترفع اليدان في هذا الدعاء قال الشيخ العباد الأمر واسع فما نعلم شيء ندل على إثبات ولا على نفيه فإن رفع فلا حرج وإن لم يرفع فلا ننكر عليه فلا ننكر عليه وقال الشيخ العلبان رحمه الله يجوز رفع اليد في الدعاء لهما وذكر قصة النبي عليه الصلاة والسلام لما مات إلى بقيع الغرقد ورفع يديه بالدعاء قالوا واخدها قاعدة أحوان إذا أنت الآن زرت الجناز زرت المقبرة لزيارة عامة للعبرة والعظة فالدعاء بدون رفع الأيدي وأما كانت زيارة خاصة تزور والدك المتوفى أو زميل لك أو كذا وإن لم تعرف مكانه في المقبرة لكن تعرف أنه المقبرة هذه اللدف فيها فهنا يستحب رفع الأيدي عاملا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما زار أهل البقية في آخر حياته أما مسألة قراءة القرآن على القبور أو في البيوت فكل هذه من البداع قاله الشيخ بن باز والشيخ بن عثمين والشيخ الفوزان والشيخ الألباني رحمة الله عزيزي لم يشرع إلا الدعاء لم يشرع إلا الدعاء لم يشرع إلا إلا الدعاء نأتي في مسألة الموعظة عند المقابر يعني مرات نحن نكون من أقبر يجي واحد يسوي موعظة يقول الشيخ بن عثمين أما الموعظة الخاصة فهذه لا بأس بها إيش معنى الموعظة الخاصة ركزوا معايا يعني الإنسان جالس حوله ناس وبدوا يتكلموا عن الموت وكذا هذا قال ما في مانع منها لا حرج منها لا حرج فيها والدليل النبي عليه الصلاة والسلام لما كان جالس لما كان يريد أن يتفن أحد بناته فهم وبيجهز القبر أخذ يقول ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده ومقعده من النار وأخذ النبي يعني موعظة خاصة موعظة خاصة عليه الصلاة والسلام أما إن الإنسان يقوم خطيبا عند القبر يخطب الناس فهذا ليس من السنة وما عهد لأن النبي عليه الصلاة والصحابة قاموا خطباء في المقبرة يعظون الناس بالخطب في أي مكان تكون من داخل المقبرة وإنما الموعظة مكانة في المسالد أما المقابر فلا المقابر محل العزاء لكن إذا جرت مناسبات موعظة مجلس ما هي خطبة فلا بأس يعني موعظة خاصة تجالس أنت قويانك منتظرين لين يحفر القبر لا حرج أما أن تقوم خطيبا فيهم كلهم فهذا كما قال الشيخ بن عثمين ليس من من السنة ليس من السنة وقال أيضا لا في الدعاء للميت يكفي أن تقول الله مغفر الله الله مغفر الله الله مغفر الله الله ما ثبت الله ما ثبت الله ما ثبت ثلاثا ثم تنصرف وليس دعاء طويلا وليس دعاء طويلا طيب بعض الناس يجي عند القبر ويرش الماء ويحط الجريدة ويزرع الصبار عند القبر إلى غير ذلك قال الشيخ بن باز ليس لأحد أن يضع الجريد ولا غيره إنما هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وصلى الله عليه وصلى الله عليه وصلى الله عليه لأن الله أطلعه على عذاب القبر لهذين المقبولين في هذا في هذا في هذا القبر في هذا القبر وكذا قال الشيخ بن عثمين قال وضع الشيء الرطب من الأغصان أو غير القبر ليس بسنة بل هو بل هو بدعة بل هو بدعة وصلاة الجنازة أيها الكرام الفضلاء أربع تكبيرات بعد يرفع اليدين في كل تكبيرة بعد الأولى يقرأ الفاتحة ولا دعاء استفتاح فيها وبعد الثانية الصلاة الإبراهيمية وبعد الثالث يدعو للميت وبعد الرابعة يسلم عن يمينه منهم ومنهم من قال بعد الرابعة فيه دعاء منهم من قال بعد الرابعة فيه دعاء وهذا الدعاء الذي قالوا فيه ومن الذي اختاره من أهل العلم ومنهم من قال لا يوجد هناك دعاء من الذين قالوا الدعاء بعد الرابعة مذهب المالكية والشافعية واختاره بعض الحنفية ورواية عن أحمد واختاره الشوكاني والعثيمين والألباني طيب من قال المالكية والشافعية واختاره بعض الحنفية ورواية عند أحمد واختاره الشوكاني وابن العثيمين والألباني ومن قال لا دعاء بعد التقبيرة الرابعة هو ذب الحنفية والحنابلة وقول عند المالكية واختاره الشيخ بن باز واختاره الشيخ بن باز رحمة الله على على الجميع طيب الدعاء ماذا يكون اللي يبغى يدعو بعد التكبيرة الرابعة قالوا إذا أراد أن يدعو فيقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتننا بعده دعا وإن دعا بقوله ربنا لا تزقروا منا بعد إذا ذايتنا وابلنا من الدك الرحمة أنك أنت الوهاب لا حرج وإذا قال سبحانه ربك رب العزة عم يصفون والسلام على مصر الحمد لله رب العالمين لا حرج كله ذكره ابن مازة في المحيط البرهاني هو من كتب الحنفية وهو من كتب الحنفية نعم تفضلوا الآن بالقرأة أحسن الله إليكم شيخا وإليكم الحبيب قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشية في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبضر أربعة هذه صلاة الغائب هذه اسمها صلاة إيش صلاة الغائب نعى يعني أذاع خبر موته نعى يعني أذاع خبر موته وهذا دلال على أن النجاشية مات 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 وأنه من التابعين لأنه لم يظفر بلقي الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وصحبه وسلم وهنا نتكلم عن حكم صلاة الغائب أيها الكرام الفضلاء الأصل فيها هذا الحديث وهو في الصحيحين ما في حديث آخر عن صلاة الغائب إلا هذا الحديث سبحان الله فدل على مشروعية الصلاة على الغائب لكن علماء الأحناف المالكية قالوا هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام فلا تشرع صلاة الغائب لغيره تعقبهم الجمهور بأن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل صحيح والأصل أن الأمة مأمورة بالاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام والتأسي به والأصل في خطاب الشرع العموم حتى يدل الدليل على التخصيص هذه كل قواعد صولية ومن هنا اختلف العلماء القائلون بشروعية الصلاة على الغائب فقالوا هل تشرع الصلاة على كل غائب كل من مات غائبا صلينا عليه وسبحان الله كلهم يستدلون بنفس قصة النجاش الآن نقول الشافعية والحنابل قالوا تشرع الصلاة على كل غائب عن البلد ولو صلي عليه في المكان الذي مات فيه تشرع الصلاة على كل غائب ميت عن بلده ولو صلي عليه في المكان الذي مات فيه القول الثاني قالوا تشرع الصلاة على الغائب إذا كان له نفع للمسلمين كالعلماء أو الغني الذي نفع الناس نفع الناس بماله أو ولاة الأور إلى غير ذلك وهذا القول هو الذي اختاره الشيخ السعدي وافتد به اللجنة الدائمة وهو رواية عند أحمد القول الثالث أنه تشرع الصلاة على الغائب بشرط أن لا يكون قد صلي عليه في المكان الذي مات فيه فإن صلي عليه كفى لأن الأصل في صلاة الجنازة إيش الأصل في صلاة الجنازة مشايخ؟ فرض كفاء يا شيخ يا سلام فرض كفائي ومعنا يعني إذا قام به البعض سقطوا عن الباقين وتتركوا الجميع آثموه وهذا القول اختاره شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم والشيخ بن عثيمية رحمة الله عليه ورواية عن الإمام أحمد إذن نقول ونعيد الحنفية والباركية قالوا لا ما فيش عاس بصلاة الغائب هذه من خصوص صلاة النبي عليه الصلاة إنما تكون الصلاة على المية الحاضر القول الثاني قال لك تكون الصلاة على الغائب لمن له نفع المسلمين ولاة الأمور العلماء المجاهدين الأغنية الذي نفع المسلمين وهذا هو رواية عن أحمد واختار الشيخ السعدي وافت به اللجنة الدائمة قول الثالث أنها تشرع على كل غائب شرط أنها ما صلي على فين في بلدي اللي مات فيها وهي رواية عن أحمد واختار الشيخ الإسلام وابن القيم واختار الشيخ ابن عثمين رحمة الله على رحمة الله على على الجميع طيب هنا عندنا مسألة جميلة يا أحباب هنا مسألة جميلة طيب لو رجل مات قبل عشرين سنة فخرج إنسان وصل عليه وهذا اللي صل عليه عمره ثلاثون سنة هل تصح هذه الصلاة ها مشايخة ها مشايخة ها مشايخة ها مشايخة بأن في حديث النبي صل عليه بعد موته ودفنه أنا ما أقول كده الآن أنا أقول لك أضرب لك مستار الآن مثلا تقول أنت عمرك الآن وقف الماكرافون أقول مثلا أنت عمرك الآن عشرون سنة ومثلا نقول لك واحد من الأقارب مات قبل ثلاثين سنة هل يصح أنك تصلي عليه الآن الغائب إذا ما صلي عليه أحد أي خلاص ما اختلفنا هل يجوز أنك تصلي عليه نعم لا ما يجوز طيب وقف الماكرافون الآن أنا أقول لكم القاعدة الجميلة هذه يقول الشيخ زكري الأنصاري في أسنى المطالب يقول وتجوز الصلاة على الغائب عن البلد لمن كان من أهل فرض الصلاة عليه يوم موته وضحت القاعدة يعني أضرب لك مثال يعني الرجال لما مات قبل ثلاثين سنة هل أنت كنت موجود أم لك موجود غير موجود يا شهر يا سلام ممتاز إذن لا تصح منك الصلاة يقول الشيخ بن عثمين رحمه الله لو أن الرجل مات قبل عشرين سنة فخرج إنسانه صلى عليه وله ثلاثون سنة فيصح لأنه لما مات كان المصلى عشر سنوات فهو من أهل الصلاة على الميت طيب رجل مات قبل ثلاثين سنة وخرج واحد عند عشرين سنة يصلي عليه يقول لك لا لا تصح الصلاة لأنه كان معدوما عندما مات الرجل فليس من أهل الصلاة فليس من أهل الصلاة عليه هذا يأخذنا لمسألة يفعلها بعض الناس الآن جهلا يقول لك يا أخي أبغى صلي الجنازة على الرسول عليه الصلاة والسلام مش أنت قلته يجوز لإنسان الذي له فضل وكذا مين أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام أي يقول أننا الآن بصلي الجنازة على الرسول عليه الصلاة والسلام إيش رأيكم شيخنا حفظك الله على حسب القاعدة أنه أصلا لم يكن موجودا يا سلام وكذا قال الشيخ بالنعثيمين في الشرح الممتع وفعلا شرح ممتع والله قالوا ولا يشرع لنا أن نصلي على قبر المصطفى عليه الصلاة والسلام وما علمنا أن أحدا من الناس قال إنه يشرع أن يصلي الإنسان على قبر النبي عليه الصلاة والصحابة لكن يقف ويدعو بكل أدب ثم ينصرف ثم ينصرف نعم نعم نكمل إن شاء الله أتفضل قال المصنف وعن جاذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فيه فيه فضيلة تكثير الصفوف تكثير الصفوف عند صلاة الجنازة وليس شرطا أن تكتمل وضحت وضحت مشيخنا هذه يعني في الصلاة العادية لابد أن يتم الصف الأول ثم يبدأ في الصف الثاني شبابة أحسنتم في الجنازة لا ليس شرطا ليس ليس شرطا ويقول الشيخ بن باز وأفتى بعض أصحاب النبي فيما روي عنه أنها تكون ثلاثة صفوف ولو لم تكتمل وإذا تأسر تكمله فهو أولى على الطريق المعروف في صلاة في صلاة الفريضة في صلاة الفريضة طيب لو صفه ثلاث صفوف صغار يجوز نعم يجوز ما في مشكلة ليس شرطا أن تكتمل ليس شرطا أن أن تكتمل لذلك كانت هذه الفائدة الجميلة هنا من جابر يقول أنه كان في الصف ليش كان في الصف الثالث كان في الصف كان في الصف الثالث نعم شيخ أنا حفظك الله سد الفرج في صلاة الجنازة هل يستحبر؟ أيوة طب هي صلاة يبقى عليها حكم الصلاة إلا لما خصه الدليل إن ما في ركوع ما في سجود ما في دعاء استفتاح أن التسليم يكون على اليمين أو على الشمال أو يعني هكذا وأن لا تسوى الصفوف ولذلك يعقولون يسن للإمام أن يأمر المأمومين بتسوية الصفوف وهذا يا أحبابي الكرام يعني هذا باتفاق المذاهب باتفاق المذاهب الأربع إن هذا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفف من تمامي من تمام الصلاة حتى يدل الدليل على تخصيص الجنازة بغيرها من بغيرها من العشياء نعم أحسن الله إليكم شيخنا وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربع يا سلام وهنا الصلاة على هنا الصلاة على على يش الصلاة على نس هنا يتكلم على الصلاة على القبر حكم الصلاة على ماذا صلاة الجنازة على القبر حتى لا يخلط أحد فيقول الروح الصلي على القبر المقدود هناك صلاة الجنازة يعني الصلاة على الميت في القبر يعني أنا ما تمكنت أن أصلي على الميت في صلاة الجنازة فاتني ذلك ثم ذهبت إلى المقبرة فوجدت أنه خلاص قبر الميت فهنا نعم لك أن تصلي بنفس الصفة أربع تكبيرات وبنفس صفة صلاة الجنازة الحاضرة وبنفس صفة صلاة الجنازة الحاضرة وهنا مسألة يقول أهل العلم طيب إلى متى إلى متى يعني هل تحدد الصلاة بشهر أو بثلاثة أيام أو بغيرها أو بأكثر أو بأقل يقول الشيخ بن عثمين يقول نصلي على القبر ولو بعد شهر ما في مانع لكن كما قلنا ولو بعد سنوات ولكن كما قلنا في القيد السابق إن هو أن يكون الميت مات في زمن يكون فيه المصلي أهلا ليش أهلا للصلاة واضحة حبايب التي كانت تقوم المسجد وكانت مولاة لبني فلان كما جاء فيه الروايات وماتت في وقت قيلولة والنبي نائم فلم يحب أن يوقظوه فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني سبحان الله يعني حزن يعني قال ألا آذنتموني ألا آذنتموني فقام وصف النس خلفه وكبر عليها أربعا ثم قال لا يموت فيكم ميت ما دمت بين أظهركم إلا آذنتموني به فإن صلاتي له رحمة راه النساء وصح العلامة الألباني رحمة الله على رحمة الله على الجميع مهما يكون وفي رواية أخرى عند البخاري أنه رجل يعني ممكن تكون الحادثة تكررت مرتين امرأ 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 لرجل مرأ بقبر قد دفن ليلا فقال متى دفن هذا قالوا البارحة قال أه فلا آذنتموني قالوا دفنناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك فقام فصففنا خلفه وصلى عليه عليه الصلاة والسلام صلى عليه عليه الصلاة والسلام نعم أحسن الله إليكم شيخنا وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمام أيوة هذا هو الآن يتكلم عن التكفين يتكلم عن يتكلم عن التكفين الآن كيف أنه أنه يكون طبعا لما قال ثياب بيض سحولية هذه منطقة منطقة في اليمن اشتهرت بصنع هذا النوع من الثياب وسحولية بضم السين المهملة بضم السين المهملة إنما نسبت إليها نسبت نسبت إليها وأيضا تضبط بقول سحولية بقول سحولية بفتح ماذا بفتح بفتح السين وهي قلنا منطقة أيها الكرام الفضلاء فيها اشتهر صناعة هذا هذا الحديث أيها الفضلاء الكرام يبين ما هو يكون من ثياب الكفن وأن النبي كفن في ثلاثة أثواب ويفضل أن تكون بيضا ويفضل أن تكون بيضا إلبسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم وكفنوا فيه موتاكم وهذا يدل على تواضع النبي عليه الصلاة السلام سيد ولد آدم وكفن في هذه وكفن في هذه الثياب ولم يوصي بأن يميز نفسه بكفن أو بمكان عن الناس ويدلك أيضا على حقارة الدنيا ما تساوي شيء آخرتك وآخرتي حفرة في طرف المقابر وقطعة بياض من طرف السوق 58 60 ريال والكفن ليس له جيوب وعمل لدار رضوان خازنها الجار أحمد والديان ناشيها المسكوطينتها والزعفران حشيش نابت فيها ومن هنا البخاري كان حتى يقول باب الثياب البيض للكفن باب الثياب البيض للكفن ويستحب الإنسان أنه تواضع في الكفن ولا يغال فيه ولا يغال ولا يغال فيه وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما مات نظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه وفيه ردع من زعفران يعني في أثر للزعفران فقال يغسلوا ثوب هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيه سبحان الله لا إله الله قالوا يا أبا بكر هذا خالق يعني بالي قال إن الحيا أحق بالجديد من الميت إنما هو للمهلا قال خلاص يعني الدنيا ما انتهت رواه ابن سعد وابن أبي شيبة والإمام والإمام أحمد ولذلك الإنسان عليه أيها الكرام الفضلاء أنه دائما يتخفف من هذه من هذه الدنيا كف في سلاثة أثواب كما هو معلوم وهو تفضل أن تكون هذا الكف يكون في سلاثة أثواب وهي أن تكون من من البياض والثوب هو الذي يلبسه المحرم هذا يسمى 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 ثوب طيب لو كف في ثوب أو في ثوبين بواب البخاري قال باب الكفن في ثوبين وروا علي بن عباس أنه النبي لما قال كفنه في ثوبين شوف الفقه العجيب عند النام البخاري سبحان الله فقال ما في مانع أن يكفن في الثوبين إذا كان يستر إذا كان يستر العورة يقول أبو حنيف أدنى ما تكفن فيه المرأة ثلاثة أثواب والسنة خمسة وأدنى ما يكفن فيه الرجل ثوبان والسنة ثلاثة والسنة ثلاثة وقلنا سحولية أو سحولية هكذا بالضبط والفتح هو الأبلغ والفتح إن شاء الله هو الأبلغ نعم وتجمع على سحل تجمع على سحل تجمع على سحل نعم تفضل أيوة قال ليس فيها قديص ولا عمام طبعا هذا لا مفهوم له لأنه يجوز أن الميت كفن بعمام إذا كان تستر العورة ولا حرج في ذلك يجوز الإنسان ممكن يكفن في عمام إذا كان تستر ماذا إذا كان تستر العورة فضل نعم أحسن الله إليكم شيخا وعن أم معطية الأنصارية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت بنته زينب فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال أشعرنها إياه يعني إزاره وفي رواية أو سبعا وقال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها وأن أم معطية قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون أين ممتاز هذا الحديث الجليل الذي يوضح ما ينبغي عليه من غسل المرأة ومن كفنها وهي ابنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رضي الله عنها وأرضاها زينب رضي الله عنها وأرضاها وهذا فيه أن المرأة تتولى غسل المرأة وأن الرجل يتولى غسل الرجل إلا زوج وزوجه يعني يشرع فقط رجل يطلع على المرأة لما يكون زوج يغسل زوج أو إمرأة وحد قالت تعيشة لو قلت من ما استدبرت ما غسل النبي إلا نساؤه ويجوز أن يغسل الرجل الصبية إذا كانت دون الخمس وكذلك إذا ما وجدوا إمرأة تغسل ما في إمرأة كمن ماتت في برية أو في مكان بعيد أو الطفل دون الخمس إذا لم يوجد رجل إذا لم يوجد رجل وهذا الغسل والتكفين والدفن هذا كله من حق المتوفى المسلم سبحان الله وهذه معطية أن النبي دخل عليهن وهن يغسلن ابنته زينب وسبحان الله وزينب ماتت في أول السنة الثامنة من الهجرة فأمر من يغسلن أن يبدأن بالمياه من هذه السنة في الغسل يبدأ بالمياه للرجال ومواضع الوضوء وأن تغسل وطرا ثلاثة خمسة سبعة المقصود الإنقاء والتنظيف وأن يكون الغسل وطرا حتى يتم التنظيف وأقله ثلاث وأعلاه حتى يتم التنظيف إلى غير ذلك وأن يكون فيه السدر لأن السدر هذا يخرج رغوة يكون مثل الأشنان والصابون وينظف وينظف السدر والورق وورق نبات نبق بتشديد الموحدة الفوقانية وسكون الباء التحتانية النبق وشيء من سدر قليل وأمرهن أن يضعن في الغسل الأخير الكافور لماذا؟ لأن الكافور أولا طيب الرائحة وأيضا يبرد على الجسم يطرد عنه الهوام وأيضا يشد الجسد سبحان الله لذلك يكون في الغسل الأخيرة بدون ماء فقط يكون كافور فقط وأيضا الشعر هنا يجعل ضفائر وليس مسدولا يجعل الشعر ضفائر وليس مسدولا ويجعل في ثلاثة ماذا في ثلاثة ضفائر قال لما تغلقوا فإذا فرغتنا فآذنني فآذنني يعني أعطوني خبر فأعطاهم الحقوه الحقه اللي هو الإزار سبحان الحقه الرجل هو الإزار كل إزار يسمى حقه وهو ذكر الحال وهو المحل ودلال على الحال لأنه يعني يربط به عند الحقه الحقه هو المكان اللي هو بيكون تحت السرة يسمى أيش الحقه ليجعلنه شعارا لها يعني يلامس بدنها يلامس يشبدنها أول شيء على جسدها يكون هو حقو النبي عليه الصلاة والسلام للبركة وليكون رحمة لها وليكون رحمة لها وفي التبرك بأثار النبي عليه الصلاة والسلام ولباسه صلى الله عليه وآله وصحبه والمرأة تكفن في خمس تكفن في خمس المرأة تكفن في خمس كما هو معلوم أن مرأة تكفن في خمسة أشياء تكفن في خمسة أثواب التي هي قميص ومنهم من قال المرأة تكفن في سبعة أثواب الدرع والخمار والإزار وأربع وأربع لفائف وأربع وأربع لفائف وهذا هو طبعا تجدونه يعني على حسب المذاهب يعني على حسب ماذا على حسب المذاهب المختلفة يعني أقل الكفن عند المالكية ثوب واحد وأكثره سبعة والأفضل إذا الرجل كفن في خمسة أثواب قميص عمامة إزار ولفافتان والمرأة في سبعة أثواب درع خمار إزار وأربع لفائف وأربع لفائف كما جاء فيه شرح مواهب شرح مواهب الجليل هذا يكون عند يكون عند عند المالكية هذا 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 الكلام و عند غيرهم ما بين ثلاثة أثواب إلى خمسة أثواب كما يقول الأحناف والشافعية والحنابلة إذن سبعة خمسة للرجال وسبعة للنساء هذا عند المالكية من ثلاثة الخمسة يعني ثلاثة للرجال وخمسة للنساء هذا عند الجمهور هذا عند من هذا عند الجمهور اللي هو عبارة عن درع وخمار وثلاثة وثلاث وثلاث لفائف نعم فضل أحمد الله إليكم شيخنا وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قالك بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع راحلته فوقصته أو قال فأقصته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمر رأسه فإنه يبعث فإنه يبعث من خيامة ملبيا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا كما ذكرنا أحسن الله إليكم كما ذكرنا أحسن الله إليكم في هذا أن هذا الأمر أنه بواب البخاري باب قال الكفن في ثوبين الكفن في ثوبين وطبعا لا يخمر هنا الرأس وإلا الميت يخمر الرأس لأنه يبعث ملبيا يوم القيامة يبعث ملبيا يوم القيامة ولا تمسوه طبعا طيبا لأنه يحضر للمحرم أن يكون متطيبة أن يكون متطيبة نعم أحسن الله إليكم شيخنا وفي رواية ولا تخمر وجهه ورأسه قال المصنف الوقس كثر العنق وعنم عطية الأنصارية فقالت نهينا عن اتباع الجنائز وتعزم علينا هذا زيادة منها هذا زيادة منها ومن فهمها رضي الله عنها وعرضها لكن هذا الحديث واضح الحديث واضح أنه لا يجوز للنساء أن يتبعنا الجنائز لما يحدث منهن من الوجل وعدم الصبر وعلى كل حال نذكر هنا القولان المشهوران أنه يكره المرأة اتباع الجنائز وهو مذهب الشافعية والحنابلة وقال به بعض السلف رحمة الله على الجميع ودليلهم هذا هذا الحديث لما قالت ولم يعزم علينا هذا يعني معناها أنه هنا نهي غير محتم أنه هنا نهي غير غير محتم وطبعا هذا من فهمها رضي الله عنها وارضها هذا إدراج منها مدرج منها أما القول الثاني هو التحليم وهو مذهب الحنفية واختار الشيخ بن بعض الشيخ بن عثيمين ومذهب الحنفية واختار الشيخ بن بعض الشيخ شيخ بن عثيمين لأن لما قال نهينا أنه يرص فيه التحليم وطبعا لما يخشى فيه من الفتنة وعدم صبر وعدم صبر المرأة وعدم صبر المرأة نعم أحسن الله إليك شيخنا وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإنها إن تك صالحة فخير تقدمونه إليه وإن تك سوى ذلك فشر تبعونه عن رقابكم يا سلام وهذا فيه استحباب الإصراع بالجنازة استحباب الإصراع بالجنازة وأن لا يتأخر في الإصراع فيها وهذا يدل على قيمة الإنسان سبحان الله في دين الإسلام قيمة الإنسان في دين الإسلام فهنا إن تك صالحة فخير تقدمها إليه لأنهم يسرعون بها إلى نعيم وإلى السعادة وإلى قبر ليكون روضا من رياض من رياض الجنة والإصراع هنا بحيث أنه لا يؤدي إلى فساد الجنازة بحيث أنها تقع أو تضطرب أو يكون فيه مشقة على أن يكون فيه مشقة على ماذا أن يكون فيه مشقة على الذين يحملونها هذا هو المقصود به لكن الإصراع بالجنازة هو سنة من السنة نعم وإن تك سوى ذلك فشر تضعوه عن فشر تضعوه عن رقاء بكم نعم وعن سمرة ابن جندبن رضي الله عنه قال صليت وراء وعن سمرة ابن أحسن الله إليكم شيخنا وعن سمرة ابن جندبن رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على مرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها يا سلام وهذا يا سلام بعد ما بين في التدرج ما بين الصراع على الغائب بعدين غسل الميت بعدين ما يكون من حمل الجنازة وضح الآن أين يقف الإمام من الجنازة للمرأة وللرجل فإذا كان موقف الإمام من الجنازة هنا يكون للمرأة عند وسطها عند وسطها وهذا نسمي أين يقف الإمام من الجنازة أين يقف الإمام من الجنازة فهنا عند المرأة يقف عند وسطها يقف عند وسطها وعند الرجل يقف عند رأسه وعند الرجل يقف عند عند رأسه وعند ولذلك النبي حاتي معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صل على الرجل لما صل على الرجل فقام حيال رأسه فجئ بجنازة أخرى بمرأة فقالوا يا أبا حمزة صل عليها فقام حيال وسط السرير فقام حيال وسط السرير لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك والقيام عند رأس الرجل وهو عند الشافعية ورواية عند الأحناف وهو قول أبي يوسف واختاره الشيخ بن باز والشيخ بن عثمين واختاره ابن المنذر وابن حزم والقرطبي والشوكاني والشوكاني طيب من المرأة يوقف عند وسط المرأة وهو مذهب الشافعية والحنابل ورواية عند أبي حنيفة وقول أبي يوسف صحبت وعن مالك واختاره طحاوي وابن المنذر وابن حزم والقرطبي والصنعاني والشوكاني وابن باز وابن وابن باز نعم وابن عثمين أيضا فضلوا نعم لهذا الحديث الذي تفضلت أنت بذكر له حديث سمرة المتفق عليه صليت وراء النبي عليه وسلم على مرأة ماتت في نفاسها فقام على وساطها نعم قالوا قالوا لماذا قالوا لأنه أبلغ في صيانتها عن الباقين فشبحان الله يا أخي انظر هذا الدين الذي حمل المرأة وخاف عليها وغار عليها حتى عند موتها وعند حملها في الجنازة وعند الصلاة عليها وهذا هو حال الإسلام مع حفظ المرأة وصيانتها نعم أحسن الله إليكم شيخنا وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة الله الآن 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 أيها الكرام الفضلاء طبعا بعد ما ينتهي من عند من الصلاة على الجنازة أو عند حالة من حالات الموت ما الذي يحدث يحدث من يحدث الجزاء يحدث الجزاء أيها الفضلاء الكرام ويحدث عدم الصبر فهنا النبي عليه الصلاة والسلام وبيّن ما يجب من الآداب ما يجب من الآداب من ما يكون عند المصيبة أبو موسى رأو الحديث نفسه سبحان الله حادثت له مسألة أنه وجع وجعا شديدا يعني مارض مرض شديد فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا يعني أغمي أغمي عليه وما قدر يتكلم فلما أفاق قال أنا بريء ممن بريء منه رسول الله عليه الصلاة والسلام إن رسول الله بريء من الصالقة والحالقة والشاقة شوفوا الاتباع كيف ما في مجاملة في أمور الشريعة وأولى الناس بمن يحفظ الشريعة أن يبلغها إلى أهلي وأنذر عشيرتك الأقرب وأولى الناس في من عرف الحق والصدق وعرف الدليل أن يبلغه لمن هو منه قريب ولا يجمله في باطل ولا يجمله في ولا يجمله في باطل لأن هذه الأمور من أمور الجاهلية هذه الأمور من أمور الجاهلية الصالقة هي التي ترفع صوتها في المصيبة والحالقة واضح التي تحلق شعرها والشاقة التي تشق ثيابها لأن هذا كل من الجزع والتجزع ومن الأمور المنهية عنها فلذلك أتت الشريعة بالبراءة منها أتت الشريعة بالبراءة منها وكل هذه الأمور من التي تحلق الشعر أو تشق الثياب أو ترفع الصوت بالمصيبة والولولة كل هذا الضابط فيها والعامل المشترك فيها هو الجزع والتسخط وعلى الإنسان أن يصبر إنما الصبر عند الصدمة الأولى إنما الصبر عند عند الصدمة الأولى نعم أحسن الله إليكم شيخنا وقال المصنف الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها ماريا ولذلك أحباب الكرام الصلق بصاد المهملة المشددة وسكون اللام الصلق عارفين إش هو هو صوت أنياب البعير إذا ضربت بعضها بعضا تسمى إيش تسمى صلق صوت أنياب إيش البعير إذا ضربت بعضها ببعض وأخذ منه صوت الإنسان عند الولولة والمصيبة عند الولولة والمصيبة يعني أنت الآن لو جيت حطيت ناب فوق ناب صوت منه صوت هذا يسمى إيش يسمى صلق يسمى صلق يسمى صلق ومنه الصلاق يعني صاح مولولا والصلق هذا اسم طبعا يدود على الصيح والولولة وهو صوت أنياب البعير إذا استكت بعضها ببعض فضل فضلتك نعم أحسن الله إليك شيخنا وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما اشتك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأتها رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصوير فيها فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم وقال أولئك إذا مات فيهم فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله وهذا وهذا فيه الدعوة والأمر بالمعروف والنهى المنكر وأنت في أشد أحوالك شوف النبي مريض هذا مرض موت عليه الصلاة والسلام ومع ذلك ما توقف عن الأمر بالمعروف والنهى المنكر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وفيه أن النصارى واليهود شرار الخلق مهما بلغوا فهم شرار الخلق بخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أولئك شرار الخلق الأمر الآخر أن المسلم في أي مكان أعظم من أي يهودي ونصراني في أي مكان ولذلك بعضنا سأقول لك ذهبت إلى أرض كذا فوجدت إسلاما وما أجد مسلمين أنكر هذا القول مشائخنا وقالوا ما ينبغي مثل هذا أن يقال لأن المسلم أي كان أعظم من أي طائفة أخرى على وجه على وجه البسيطة وأيضا فيه النهي على إقامة المساجد على القبور هذا رد على الصوفية الذين يبنون المساجد على القبور بل قال أهل العلم فمن فمن كان متأخرا أزيل يعني لو أن فيه قبر وبني عليه المسجد المسجد متأخر يزال المسجد ولو أن فيه مسجد أدخل فيه القبر يزال يزال القبر يزال القبر وهنا فيه أن الإنسان يعني يتأثر بالأسفار إلا إذا كان ذا عقيدة راشخة وفيه فضيلة أم سلم أم حبيب أم سلم زوجة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وصلى الله من أبي يوسفيان وهذه أم سلم هند من أبي أمية أنهما من اللتين هاجرة إلى أرض الحابشة والأمر الآخر أن جمال التصوير وجمال البنيان لا يدل على حله لا يدل على حله من فين استفدنا هذا الكلام آم الشايخ من عجابهم بالشكل التصوير في الخلق أحسنتم وهذا فيه فضيلة لمن يسافر ودلالة ما تبعد تقول الله شفت ذاك البنيان وجميل وكذا تسوق له مهما كان من جمال فلا يدل ذلك على حله فلا يدل ذلك على حله بل أهلهم شوار الخلق وكلمة مارية طبعا هو ينسبوها إلى مريم عليه السلام ينسبوه إلى مريم عليها عليها السلام ينسبوه إلى مريم عليها 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 السلام وما جعلت الصور إلا للاستئناس ويتذكر أفعال الصالحين من جماعتهم إنما صوروا هذا الصور وفيه النهي عن الصور وفيه النهي عن الصور وفيه النهي عن اتخاذ التصاوير وفيه النهي عن البناء على المساجد نعم وفيه ذنب كل من يفعل المحرمات كائنا من كائنا من كان نعم وهذا فيه الأمر في المرض فما بالي بالك وأنا وأنت في خير وسعة فما بالنا إن رأينا منكرا أننا ونقدر على أن نغيره إما بالكلام أو بالنصيحة فنسكت ولا نغير نعم أحسن الله إليكم شيخنا وعن عيشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قالت ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا الله أكبر فيه أن اليهود ملعونون وأن النصارى ملعونون أن النصارى وهذا في عمومهم لكن لا يلعن المعين منهم لا يلعن وحذر رقيبة وليمة ولعن معين أو مقيد كما قال السفارين رحمه الله وكما قال الشيخ بن عثمين لا يلعن المعين ما نأتي بفلان مثلا هذا نصارى نقول لعنة الله عليك يا فلان ونسأمي بالاسم فإن أسلم غدا أين تنثب من هذه اللعنة لكن في العموم يجوز نقول لعنة الله على اليهود لعنة الله أن يصارى في العموم فإنهم فإن يجوز هم مطرودون من رحمة الله في العموم نعم السلام عليكم شيخنا وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعى بدعوى الجاهلية نعم هذا كل دل على الأفعال التي ذكرناها معنا في الصالقة والحالقة والشاقة كل دل من أفعال كل دل من أفعال الجاهلية في النهلات ولما قال واخذوها قاعد أحباب كل ما صدر بلعن أو غضب أو نقص إيمان أو قول ليس منا أو قول لا يؤمن أو توعد عليه بنار في الآخرة أو بحد في الدنيا هذه سبع تقييدات دل أن الفعل كبيرة من كبائر الذنوب نعم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل ومن قيراطان حتى يصلي عليها حتى يصلي عليها حتى يصلي حتى يصلي إليه يصلي بالياء المنقوصة يصلي أو يصلي ممتاز طيب جاءت هكذا أو تتاكذ نعم حتى يصلي يعني هو أو حتى يصلي عليها نعم نعم فضلا من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان قيل ومن القراطان قال مثل الجبلين العظيمين ولمسلم أصغرهما مثل جبل أحد نعم وقد مر ذلك في طرة كلامنا في بداية كتاب الجنائز كتاب الزكاة حسبك سبحانك الله اللهم إن نسألك السبات في الأمر والعزيمة على الرد وشكر نعمتك وحسن عبادتك والبنسلين ونسألكم صديقة ونسألكم من خير ما تعلم ونعود بكم من شير ما تعلم ونستغفر لكم لما تعلم لكنا تعلم الغيوب اللهم ربنا أخصنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك وناليقين ما تبلغنا به جنتك ومن الطاعة ما تهول به علينا مصايب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما بقيتنا واجعل الوالثة منا واجعل ثارانا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديني وتريدنا يجبرها مننا ولا مبلغ علمنا ولا امتهى أمالنا ولا إلى النار مصيرنا الله مرحم أبي وأخي وعمل جمعة المسلمين ورحم أبائنا وأمهاتنا وأصحاب الحقوق علينا الله ما كان منهم حينا طول أمر على الطاعة ما كانوا يثفجي ما ثوى جنتك جنات النعيم واشفي أم سعيد واشفي أبي جواد واشفي كل مريض مسلم وعافي كل نبتنا مسلم يا رب العالمين وأنزل عليهم شفاء وعافية تقر به العيون وتثلج به الصدور إنك أنت العزيز الغفور تم الكلام ربنا المحمود وله المكارم والعلى والجود ثم الصلاة على المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ملاحى قمري وأورق عود